وفي مقال في صحيفة أخبار الخليج تحت عنوان الجزيرة سلاح قطر للعبث بأمن الدول الأخرى أكد الكاتب الصحفي عبد المنعم إبراهيم أن قناة الجزيرة القطرية تسعى دائما إلى تشويه وتزييف الحقائق بهدف تضليل الرأي العام خدمة لمشروعها التخريبي في المنطقة من بين أمور كثيرة تطرحها دول التحالف الرباعي السعودية والإمارات والبحرين ومصر المقاطعة لقطر هو تدخل قطر في الشؤون الداخلية لهذه الدول من خلال استقطاب قيادات من الإخوان المسلمين وجماعات متطرفة وطائفية موالية لإيران وتوفير الحاضنة السياسية والمالية لهم في قطر وأيضا التحريض الإعلامي لنشر الإرهاب والتطرف في هذه الدول عبر قناة الجزيرة القطرية وأدواتها التي تأخذ أسماء أخرى في العالم ومنصات إلكترونية وحسابات بقصد العبث بالأمن والاستقرار في دول المقاطعة وطبعا قطر تتمسك بحقها في حيازة سلاحها الإعلامي المدمر الجزيرة ليس لقناعتها بحرية التعبير عن الرأي وحرية الإعلام والصحافة مثل ما تدعي دائما ولكن لأن قطر منذ بداية مشروعها السياسي المزعزع للأمن ونشر الفوضى في الدول العربية وخصوصا في دول المقاطعة حاليا كانت تعرف مسبقا أن هذا المشروع التدميري للسلطة القطرية لا يمكن أن ينجح ويستقنب التأييد الشعبي داخل هذه الدول العربية من دون جهاز إعلامي ضخم يزيف الحقائق وينشر التحريض المقصود والممنهج للمواطنين للثورة داخل هذه الدول والإطاحة بالأنظمة السياسية ومؤخرا اطلعت على شريط فيديو لناشط إعلامي لديه قناة باللغة الإنجليزية قال فيه إنه تعرض لقرصنة مفبركة من قبل قناة الجزيرة القطرية بقصد تشويه صورة نشاطه الإعلامي واستغلال اسمه في الدعاية القطرية والترويج لسياساتها في العالم من خلال شركات أخرى صغيرة بأسماء مختلفة تابعة كلها لقناة الجزيرة القطرية وقال إن أمريكا صنفت مؤخرا قناة الجزيرة القطرية كجهاز إعلام أجنبي مملوك للحكومة القطرية وليست قناة مستقلة وهي مثل قنوات صينية وألمانية وروسية تابعة للحكومات وليست مستقلة لكنه أردف قائلا بعض هذه القنوات وإن كانت مملوكة للحكومات الأجنبية إلا أنها تحافظ على حيادها الإعلامي وتتميز باحترافية متخصصة فيما عدا قناة الجزيرة القطرية التي تشوه الحقائق وتزيف المعلومات والأخبار بشكل مقصود وطالب بفضح قناة الجزيرة القطرية في العالم لدورها التآمري على الآخرين ومن هذا المنطلق فإن قطر لا تريد المصالحة مع دول التحالف الرباعي لأنها لا تريد أن تخسر سلاحا إعلاميا في يدها تستخدمه ضد الدول الأخرى وهذا السلاح المدمر لا ينحصر في الجزيرة فقط بل في عشرات الأدوات الإعلامية التابعة لها في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر